اذا مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة شو تيفي اهلا وسهلا امحببكم على هذا النقل المباشر من قرب اطول مشهد صادم حيث العديد من الاسبال والخناش عامرين مرميين جانب طريقة رئيسية ومشهد صادم مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة شعب قناة شو تيفي دائما المشاهدين الكرام ومشاهدي قناة شو تيفي اهلا وسهلا ومحببكم على هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان صورة امامكم مشهد صادم وغريب جدا ازبال كثيرة مرمية في قلب الطريق الرابط ما بين طوالع بن سليمان بالقرب من الطوالع خناشي الاكياس البلاستيكية الملابث في الكل مرمي في هذا المكان دون حسيب ولا رقيب والصورة امامكم جانية عن التعليق مشاهدين الكرام انا اجب في الوصول على هذا النقل المستقبل المباشر من نواحي بن سيمان مشهد صادم. الطريق الراغر ما بين بن سيمان اتجاه الطوالع بالقرب من الطوالع حيث اسبال كثيرة مرمية هنا هاد المكان بجانب الطريق في مشهد ياطرح اكثر من علامة استكهام مشاهدنا الكرام ومشاهدين خنات شام بي الصورة امامكم غنية عن التعليف فمشهد موتير ومشهد غريب جداً في مشهد الاسبال المرمية هذا المكان بجانب الطريق الرئيسي بقرب من اطوالع ومشاهدنا الكرام ومشاهدين خنات شام بي الصورة وaveك اذا دائما مشاهدين الكرام مشاهدين قناة شفتي فيفا اهلا وسهلا هذا النقل في المباشر من نواعي بالصورة امانكم جانية عن التعليق حيث اسغير كثيرة مرمجة بجانب الطريق هنا نواعي بالصورة امانكم واضحة مشاهدين الكرام شاهدين نواعي بالصورة امانكم واضحة مشاهدين امانكم واضحة مشاهدين المشاهد وعن هذه المناظر التي تسيد الى صمعة المنطقة والى صمعة الطريق مشاهدي قناة الشعب قناة شفتي امانكم واضحة مشاهدين امانكم واضحة مشاهدين قناة شفتي فيفا نبقى ليه لنبدأكم الصورة امانكم قدر كثيرة مرمية قلب الطريق الرابط ما به بالزمان واضحة في مشهد يطرح اكثر من علامة استفهم من المسؤول عن هذه المهزلة عن هذه المشاهد التي تتكرر يوميا في هذه المنطقة بالقرب من اطوالع مشاهدين الكرام الصورة أمامكم مشهد غريب ومشهد عجيب جدا مشاهدين الكرام ومشاهدين قناة تشوف تيفي حيث الأزمال العديدة والتنشدية تزمال عشاكم والكياس بلاسيكية والملابس مرمية بجانب طريق الرئيسي الرابط ما بين الزمان في تجاه طوالع بالقرب من الطوالع مشاهدين الكرام دمتم في رعاية الله مشاهدين قناة شعب قناة تيفي إلى اللقاء نلتقي في بد مباشر آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة